قالت أنا موسكفا وزيرة البيئة البولندية أنه لا يمكن استبعاد النموات سامبا هو سبب نفوق جماعي للأسماك في نهر أودر لكن الاختبارات التي أجريت حتى الآن لم تثبت ذلك وعثر على أطنان من الأسماك النفيقة منذ أواخر تموز في نهر أودر الذي يمر عبر ألمانيا وبولندا وقال كلا البلدين أنهما يعتقدان بأن مادة سامبا هي السبب وراء ذلك لكن لم تحدد بعد وقالت موسكفا بعد لقائها بنظيرتها الألمانية ومسؤولين ألمان وبولنديين آخرين حتى اليوم لم تؤكد أي من هذه الاختبارات على المياه وجود مواد سامة وأضافت في الوقت نفسه قائلة نجري اختبارات على الأسماك أكملنا اختبارات للكشف عن الزئبق والمعادن الثقيلة ولم نجد أثر الزئبق أو المعادن الثقيلة في العينات التي جمعناها وصرحت بأن عينات تخضع الآن لاختبارات بحثا عن وجود مبيدات حشرية على أن يجري فحص نحو ثلاثمائة مادة أخرى في الساعات المقبلة وقالت ما زلنا لا نستبعد نوعا مختلفا من المواد السامة لذلك فنحن مهتمون بتحديد الجان فورا ولا تحققوا من الكينات التي تدير أنشطة تجارية وصناعية على امتداد النهر ترجمة نانسي قنقر